مرحبا وأهلا وسهلا فيكو اليوم بدنا نحكي عن منتج كثير خيص وكمان كثير مفيد بس قبل ما احكي عن المنتج بالأول وشو فايته بدي احكيلكو عن المشكلة بشكل عام احنا العرب بعرفش ليش ولكن كثير بنحب نروح على البراد بساعات متأخرة من الليل بنصحى من النوم او قبل ما نروح النام بنتوجه على البراد بنتطمن عليه بنشوف اذا في اشي زاكي النقرش نوكل فواحد من التحديات اللي بتواجهنا بساعات الليل مما انو الدار بتكون بشكل عام مسكرة والاضاءة مطفية وكل شي مطفى بالدار انك تلاقي الزر اللي بضوي اللامبة بهيك حالي لحد ما تصل الزر انت بتكون ضارب اربع طاولات بكروستين ومتزحلك اربع مرات بألعاب ابنك الصغير فالاشي مش كثير امن انك تتوجه الى البرادة بهيك ساعة الاشي مليان تحديات ومخاطر لموضوعنا في عنا هون اشي اسمه body indication lamp مش مهم شو اسمه تعرفو مش مهم شو اسمه ولكن هو منتج صيني طبعا عبارة عن lampa ولكن شو بميز هاي اللامبة هاي اللامبة يا جماعة فيها بطارية وفيها سنسور ما يعني السنسور السنسور هو عبارة عن حساس اللي بيقدر يعرف اذا في انسان قريب على اللامبة وهو بشكل اوتوماتيكي بضوي الحلو من اكثر من هيك انو فيها بطارية هاي اللامبة ما في حاجة تكون موصلة مثلا بوصلة كهربا او ما محتاج مصدر طاقة اللي هو يكون مثلا وصلة كهربا في الحيط او مجبور يكون حد وصلة كهربا بكفي انك تعبيها ممكن تشتغل معك تسعين يوم بدون ما تشحنها كمان مرة حقها جدا نرخيص على الي اكس بريس ممكن يوصل اثنين دولار ثلاثة دولار جدا جدا نرخيص ولكن كثير كثير عملية بالذات بالاماكن اللي ما فيها اضاءة بالاماكن اللي ما فيها وصلات كهربا فهاي اللامبة جدا جدا مفيدة بالاماكن اللي ما فيها كهربا ومش بس هيك يعني واحد من الاوقات اللي ممكن تساعدنا كمان كثير في حالة طبعا قطعة الكهربا انت ممكن تحطها بالاماكن اللي بدك اياها ومدخل الدار على الدرج ان يكون دايما عندك يعني اضاءة حتى لو فيش كهربا الحلوى بهاي اللامبة لها بتشطغل فقط بحالتين او يجب ان يكون شاغلتين تشطغل هذه اللامبة الشاغل الاولى يجب ان الدنيا في ضواء ويكون في اضاءة والشاغل الثاني هو صابعا قرب عليها جسم انسان هذا الان فقط فهي اعتبر ان كل الوقت تحطف ب cokeيام طافية الا ان هذه الان مثلا اذا كان في اضاءة ولا اضاءة ارجعوكم عليها جسم انسان كمان لن ي Gomez Carryavis خليني افتحها العلبي ونفتحا ي founding تعالى باستโدع لديما كيف حد Veja بطارية يعني نسبيا بطارية منيحة اللي بتخدم حسب حكي البيع تسعين يوم وهي اشي جدا ممتاز لانه طبعا مش شغالي كل الوقت انا جربتها لمدة تقريبا شهر جدا عملية جدا ممتازة باللحظة اللي انت بتقرب عليها حوالي الستة متر فهي بتشتغل بشكل اوتوماتيكي باللحظة اللي انت بتقرب عليها فهي طبعا بتضوي واستغربت صراحة انه اضاءتها جدا جدا قوية يعني استغربت متوقعتش يكون هل قد الاضاءة قوية يعني ممكن تضوي بغرفة كاملة كان مرة هاي مست زي اللامبة اللي موجودة في الحيط اللي هي ممكن اضاءتها تكون جدا قوية ولكن على الاقل بتقدر تعطيك تشوف وتقدر تتحرك بنفس الوقت كمان سعرها جدا نرخيص خلينا نفتح واحد من العلب ونشوف شو موجود فيها نيجو على هاي العلبة ونشوف شو الاشياء اللي موجودة عنا في العلبة اول اشي في عنا طبعا اللامبة نفسها هيك شكلها بتتعلق كمان ممكن تتعلقها بمسمار اصرحة وصلتني كمان نوعية ثانية اللي بيجي معها زي الطبعة عليها مغناطيس من جهة بتحط طبعة عليها مغناطيس وبتعلق الطبعة الثانية على الحيط فانت هيك فيش حاجة حتى تقدح لها بالحيط او انك حتى توصلها بأي محل حاليا هي موجود معنا من هاي الشغلة زي ما انتو شايفين هاي شغلة كثير حلوة يعني اول خيار انت ممكن هون تقدح في الحيط وتركبها وين بدك ولكن الاشخاص اللي زي بيحبوش يكدوحو يوسخو الدار ويكسر ويخربو تقدر تستعمل شغلة ابسط انا هاي بيجي عندك وضع ايضتين هيك مغناطيس اللي بيجي عليه من الخلفية زي لازكا هاي اللازكا بتعلق وقسم منها او بتعلق الكسم الاول منها على اللامبة والقسم الثاني بتحطه مثلا على الحيط وين بدك وبهيك حالي راح تصير اللامبة زي مغناطيس تمسك هون وتظلها ماسكة بالمحل اللي بدك اياه فهاي شغلة حلوة الافضل من هيك كمان والابسط من هيك انهم وديين معها كابل يو اس بي كابل يو اس بيها بيجي مايكرو يو اس بي عاية طبعا تستعملوا اي كابل يو اس بي اللي بتستعملوا التليفونات القديمة نسبيا اللي هو مايكرو يو اس بي اللي يمكنه طبعا تايب سي فانتو ممكن طبعا تشحنوها عن طريق وصلة يو اس بي ممكن تشحنوها عن طريق الكمبيوتر عن طريق اي محول كهرباء عادل بتستعملوا التليفون وصلة يو اس بي جدا عادية زي ما انتو شايفين اذا منقرب احنا هون في عنا هون في النص بيكون السنسور السنسور اللي هو هذا الحساس اللي بقدر يعرف اذا فيه انسان او ما فيه انسان باللحظة اللي بيعرف انه فيها انسان انه بيعرف فيه انسان قريب على اللامبة طبعا بيشتغل بشكل اوتوماتيكي انا شخصيا جربت زي ما حكيت لم مدة شهر جدا عملية سعرها جدا جدا رخيص ممكن تشترك كمية منها عساس تنشرهم في كل محل في الدار على الاقل انا هيك عملت نشرت انها بدت محلات في الدار فانا تقريبا يعني باللحظة اللي انا بكون مثلا بمحل فيش فيه اضاءة او الكهرباء فيه مشكلة بالكهرباء قاطعة بشكل اوتوماتيكي هي بتشتغل وحتى مرات بساعات الليل مثلا انا ما في حاجة حتى اني ما في حاجة ادور على كابسة اللامبة لانها بكفي اني اقرب عليها وهي راح تشتغل جدا مريحة جدا رخيصة عمر البطارية جدا طويل جربت لحد الان لمدة شهر جدا عملية راح اخلي الرابط انا في الدسكريبشن تحت ممكن تجربوها تشوفوها تشتروها وان شاء الله تكون هيك تفيدكوا طبعا زي ما فدتني كان معكم حما جرامني من قناة جيتك تحياتي